من بوابة أخبار اليوم السعيد اتفاقية الصندوق السيادي وجهاز الخدمة الوطنية تستهدف تعظيم عوائد الاقتصاد أكدت دكتور هلا السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة وصندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة ووضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول دات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية طبعا ودات النفيذ لتوجهات سيادة الرئيس أثناء الافتتاحات في محافظة الفيوم كان وجه بطرح أسهم بعض الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة وبالتالي دي فرصة عظيمة جدا للقطاع الخاص المحلي والدولي أن يشارك جهاز المشروعات الخدمة الوطنية في تحقيق نمو وطبعا ده ضمن خطة الإصلاح الاقتصاد للدولة ودي خطوة عظيمة جدا وانا شايف كمان أن جهاز الخدمة الوطنية بصراحة يعني قبل بلاء حسن في حداث 25 يناير وبيستمر ودي المرحلة المناسبة لكي يتم طرح شركاته في البورصة وان شاء الله نشوف مزيد من المشروعات الكبيرة التي تخدم الانتاج المحلي والتزير الخاري يا ربنج